في الحقيقة مهرجان العالمين لست مستمر بفعلياته المختلفة ومن ضمن الفعليات دي هي الحفلات لنجوم كبار جدا جدا احنا كلنا نحبهم وليهم جمهور فيه مش بس في مصر لا في الوطن العربي ويمكن كمان في العالم خلييني اقول ان الفنانين مهتمين جدا بالترويج لحفلاتهم في مهرجان العالمين وخلينا نقول ان الهضبة نشر على صفحته الخاصة بفيسبوك بوست خاص بحفلته في مهرجان العالمين والمقرر اقامتها يوم 9 اغسطس اللي جاي وكتب عمر دياب على البوست كلمة واحدة بس وهي جاهزين وحقق البوست في الحقيقة تفاعل كبير جدا ما بين محبي الهضبة واللي كتابوا له تعليقات كتيرة جدا جدا بان هم اكيد هيحضروا الحفلة خلييني اقول ان يمكن عمر دياب مش بس الوحيد اللي كان بيروج لحفلته كمان من ضمن الفعليات هي مصرحيات مختلفة واللي في بطولة طبعا او استندباد اللي بطولتها الفنانة نيلي كريم واللي نشرت على صفحتها رسمية على فيسبوك اكتر من بوست عن المصرحية والمقرر عرضها ضمن فعليات مهرجان العالمين في الفترة ما بين 8 ل 10 اغسطس اول بوست نشرته نيلي عبارة عن صورة ليها من المصرحية اما البوست التاني فكان البوستر الدعائي الخاص بالمصرحية وبعض طبعا التفاصيل عنها خلونا نرجع مرة تانية لزميلتنا فاطيمة خليل ونعرف منها كده ابرز التحضرات لفعليات الجاية في المهرجان هتكون عاملة ازاي من مهرجان العالمين مساء الخير عليك مرة تانية يا فاطيمة مساء الخير يا بسانتو مساء الخير مرة تانية على كل متابعي ومشاهدي برنامج العالمين والقناة الاولى بالطبع كنت لسه بتتكلمي على حفلات واحنا ايام قليلة جدا وبنستنى طبعا الفنان الكبير وحفله تامر حسني على مصرح اليو ارينا ومصرح اليو ارينا طبعا بيستعد لاستقبال الجمهور العريض اللي عايز يجي يشوف فن جميل وراقي للفنان تامر حسني وعايز اقولك ان هي بتبقى دايما حفلة مميزة بيبقى فيها تفاعل كبير جدا من الجمهور فاكيد هتبقى حفلة جميلة ومستمتعين جدا بكل اللي هيقدمه تامر حسني في الايام اللي جاية طبعا في الحفلة اللي هتكون يوم 26 يوليو القادم يعني يوم الخميس اللي جاي فاحنا عايزين نستعد من دلوقتي ومن خلال متابعاتي وحضوري الدائم لحفلات تامر حسني فطبعا بتبقى حفلة مختلفة حفلة فيها استمتاع حفلة فيها ردوب فعلي من الجمهور كبير جدا حفلة بيكون فيها غنى اغاني حلوة تفاعمل الجمهور كمان فايروركس من احمد عصام المتقلق دايما في كل حفلات تامر حسني فاحنا مستنين حفلة متميزة بالنسبة ليه العروض اللي مستمرة معانا في فعاليات مهرجان العالمين في الموسم التاني عروض طبعا السرك اللي احنا كنا لسه شايفينها من شوية عروض مميزة جدا وكان فيها تفاعل كبير جدا من الجمهور فهي مستمرة معانا من اول المهرجان لحد اخر مهرجان طبعا الفعاليات الرياضية مستمرة اكيد كمان معانا من اول مهرجان لاخر مهرجان امبارح كان انطلاق مبادرة تشارع الخدمات الصحية بوجود استاذ عمر الفئي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المتحدة لخدمات العالمية وبحضور دكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة المبادرة طبعا هضافها راقي جدا هدفها هو توعية وتقديم الوعي الصحي وتقديم الخدمة الصحية لكل زوار مدينة العالمين ومهرجان العالمين مش بس كده كمان هيوفروا كل الدعم اللازم من دواء من خدمات صحية من كشف مجاني كل طبعا الخدمة دي مقدمة بالمجان لكل زوار العالمين ومهرجان العالمين وغيرهم من المناطق المحيطة بالعالمين وايضا كل زوار الساحل الشمالي كمان الحالات الحرجة هتنعم باسعافات اولية ولو لازم الامر كمان هيودوهم مستشفيات قريبة علشان يكملوا فيها علاجهم بالمجان كل ده بالمجان كمان كان فيه مشاركة مهمة جدا لطلاب الجماعيين وإحنا لسه كنا على الهوى معاكم مشاركة كانت من كل طلاب في الجماعات المختلفة ومن المحافظات المختلفة في مهرجان وفي دور مهرجان من جميع أقطاب المجتمع خلييني أقول ويعني بنشكرك يا فاطيمة أكيد وإن شاء الله متابعين معيك في الأيام اللي جاي بنشكرك يعني مهرجان العالمين في الحقيقة هو مهرجان على مستوى عالمي كل يوم بيبهرنا بحاجة جديدة أدق التفاصيل متاخدة في الاعتبار مش بس الاهتمام بالفعليات الطرفية لا كمان بكل ما يمس المرتاد للمهرجان متاخد في الاعتبار من الخدمة الصحية من وزارة التعليم كان لها دور النهاردة وغيره وغيره كل يوم بنشوف حاجة جديدة من مهرجان العالمين الأيام اللي جاية بخبيلنا إيه المفاجآت اللي هتحصل الحفلات هتبقى عاملة إزاي التجهيزات ليها السياحة يمكن كمان في مهرجان العالمين كل ده إحنا وأدق التفاصيل وأكتر كمان هنتابعوا في البرنامج فخليكم متابعيننا